بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث السلام ومشاهدين أهلا ومرحبا بكم وتجدد اللقاء وحلقة جديدة من حلقات مادة الكيمياء على قناة مدرسة ثلاثة أذكر حضراتكم في الحلقة السابقة كنا تحدثنا عن الجدول الدوري الحديث وقلنا إنه بيتكون من الفئة S والفئة B وD وF خاصينا بالدراسة عناصر الفئة D العناصر الانتقالية الرئيسية وطبعا تحدثنا بما فيه الكفاية بالنسبة لعناصر الانتقالية الرئيسية الفئة D خاصينا بالذكر منها السلسلة الانتقالة الأولى تشمل عناصر السكانديوم، تيتانيوم، فاناديوم، كروم، مانجنيس، حديد، قبل، تينيكا، نحاس، خارسين احنا دلوقتي هندرس عناصر هذه السلسلة دراسة تفصيلية من حيث الأهمية الاقتصادية ثم التركيب الإلكتروني وحدات التأكسد وأخيرا الخواص العامة احنا بنحدد في حلقتنا إن شاء الله دراسة الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الرئيسية الأولى والتي يتتابع فيها امتلاء مستوى الطاقة الفرعيسري دي بالإلكترونات طبعا أول عنصر عندنا هو عنصر السكانديوم عنصر السكانديوم ايه هو التوزيع الإلكتروني أو التركيب الإلكتروني حسب أقرب غاز خامل نجد إن في حاجات مخررة احنا كنا اتعلمناها كتأسيس يعني حسب أقرب غاز خامل احنا قلنا عامة بصفة عامة أنا عايز حضراتكم تتعليموا حاجة مهمة جدا أقرب غاز خامل بالنسبة لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى تمام عنصر الأرجون 18 تيجي بيه بعد كده ايه بقى اللي هو ايه مستوى الدورة الرابعة 4S3D إذن السكانديوم أرجون 18 4S2 3D1 ولو حسب مستوى الطاقة الرئيسية يبقى مستوى الطاقة الرئيسي الأول 2 3 8 3 9 4 2 وسبق إن احنا فسرناها ليه قلنا 2 8 9 2 ما قلناش 2 8 11 الوصف يوجد بكميات صغيرة جدا موزعة لنطاق واسع في الكشرة الأرضية يعني عنصر السكانديوم هو أقل العناصر انتشارا لكن هنعرف فيما بعد أنه أقصرها نشاطا إذن أقل العناصر الانتقالية انتشارا في الكشرة الأرضية لكن أقصر عناصر السلسلة الانتقالية الأولى نشاطا بدليل أنه يتفاعل بسرعة مع العديد من الأحماض نظرا لنشاطه الكيميائي الكبير بمعنى يتفاعل مع الماء وينطي غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقاه يعني إحنا عنصر السكانديوم مع الماء يعطي هيدروكسي السكانديوم ثلاثة لأن السكانديوم بيفقد إلكتروني الفور اس وإلكترون سي دي واسري دي ويعطي حالة تأكسد موجب ثلاثة إذن تفاعل السكانديوم مع الماء يعطي هيدروكسي السكانديوم وتصعد غاز الهيدروجين الذي عند اختباره يشتعل بفرقاه عند تقريب شازية متقدة من فوات الأنبوبة ده كده كان بالنسبة للوصف كده إحنا وصفنا عنصر السكانديوم لكن لما جاء أتكلم عن الاستخدام تضاف نسبة ضئيلة منه إلى الألمونيوم فتتكون سبيكة تستخدم في صناعة طائرات الميج المقاتلة طب ليه؟ أنا لما بضيف نسبة قليلة من السكانديوم إلى الألمونيوم هذه السبيكة تستخدم في صناعة طائرات الميج المقاتلة لأنها تمتاز بخفتها وشدة صلابتها يبقى إذا لو جالي سؤال مقالي ليه تضاف نسبة ضئيلة من السكانديوم إلى الألمونيوم عند صناعة طائرات الميج المقاتلة لأن سبيكة السكانديوم على الألمونيوم تمتاز بخفتها وشدة صلابتها طب ما تيجي كده نفسر حاجة مهمة جدا إيه هي؟ لاحظ أن يفضل استخدام سبائك ذاتك سافة أقل يعني خفيفة وصلبة أكبر وضرقة انصهار وغليان مرتفعة في صناعة هياكل الطائرات أيضا السكانديوم له استخدام يعني إحنا في هذا الاستوديو فيه مصابيح اسمها مصابيح أو كرة الزئبق تضاف نسبة قليلة من عنصر السكانديوم إلى هذه المصابيح فتنتج ضوء عالي الكفاءة يشبه ضوء الشمس يستخدم فيه التصوير التلفزيوني أثناء الليل ولذلك يضاف نسبة ضئيلة منه إلى مصابيح أخير الزئبق إلى مصابيح حليدات الفلزات مثل SCI3 المستخدمة في التصوير التلفزيوني أثناء الليل وفي إنارة المصارح والصلاة المغطاة وملاعب قرة القدم والمعابد أيضا إحنا قلنا ليه؟ لأنها تنتج ضوء عالي كفاءة عنصر السكانديوم اتكلمنا عن سبيكة طائرات الميج إيه عناصرها؟ سكانديوم ألمونيوم هذه طائرات الميج المقاتلة ودي برضو مخطط بوضح سبيكة السكانديوم والألمونيوم السكانديوم يقع في المجموعة الثالثة بي الألمونيوم في المجموعة الثالثة إيه؟ الثالثة إيه؟ يعني عنصر ممثل نوع العنصر انتقالي التاني ممثل طبعا السكانديوم ممثل النسبة الأدنى والألمونيوم النسبة الأعلى المميزات الخفة يعني كلة الكسافة وشدة الصلابة إذن إحنا بنكرر اللي إحنا قلناه بالنسبة للسكانديوم ولكن بالشكل أقصر دقة وتنظيما في المصابيح قلنا إن إحنا بنضيف السكانديوم إلى المصابيح أبخرة الزئبق أيضا السكانديوم ده عنصر انتقالي في المجموعة الثالثة بيه أما الزئبق عنصر غير انتقالي في المجموعة الثانية بيه وهنفسر إن شاء الله في الحلقات القادمة لعناصر المجموعة التبيع عناصر غير انتقالية المميزات تعطي ضوء علي الكفاءة بالشمس الهيئة طبعا بيكون على هيئة هديدات الفلزات كيوديد السكانديوم السي سي آي سيري تاني عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى هو عنصر التيتانيوم عدد الزر 22 لو أنا بتكلم عن تركيبه الإلكتروني حسب أقرب غاز خامل أرجون 18 4S23D2 لكن لو حسب مستوى الطاقة الرئيسية 2-18-2 ده بالترتيب حسب مستوى الطاقة KLM عشان نصف عنصر التيتانيوم عنصر شديد الصلابة كالصلب لكنها أقل منه كسافة ولذلك لو أنا عملت بقارنة بين التيتانيوم والصلب واجه الشبه كلا هما شديد الصلابة إحنا لما كنا بنتكلم عن عناصر السلسلة الانتقالية الأولى هي بتمثل نسبة 7% بالنسبة للخشة الأرضية لكن الحديد لوحده 5-11% يعني الحديد يعتبر العنصر الأول كترتيب من حيث الانتشار بالنسبة لعناصر هذه السلسلة هي لي عنصر التيتانيوم إذن عنصر التيتانيوم ثاني عناصر السلسلة الانتقالية الأولى انتشاراً بيحافظ على متانته وقوطه في ضراغات الحرارة العالية طب ما تيجي انفقر هيكل الطائرات ومركبات الفضاء بضيف التيتانيوم إلى الألمونيوم فبيعمل السبيكة تحافظ على متانتها في ضراغات الحرارة العالية بالبلد كده الطائرة يبقى بين جسم الطائرة والهواء احتقاق قوي جداً ينتج عن هذا الاحتكاق السنة من النيران توحيط بالبادي أو جسم الطائرة إذا لابد إننا جسم الطائرة يكون نصمم بحيث يحافظ على متانته في ضراغات الحرارة العالية احنا قدرنا التفسير وليس النقل إذا احنا نفسر وهذا هو ما يسمى بالفهم وبالتطبيق إن شاء الله نقدر نعمل تحليل للسؤال ونبدع في طريقة الإجابة هو ليه يحافظ على متانته وقوطه في ضراغات الحرارة العالية أذكر حضراتكم خدته في الصف الثاني السنوي الرابطة الفلزية وقلنا إنه بتزداد قوة الرابطة الفلزية خلما زاد عدد إلكترونات التكافؤ طب ما أنا كده عندي التيتانيوم بيحتوي على أربعة إلكترونات التكافؤ اتنين في الفور اس واثنين في اسري دي إذن هو ليه يحافظ على متانته وقوطه في ضراغات الحرارة العالية لأنه يحتوي على أربعة إلكترونات التكافؤ وبالتالي يتميز بقوة الرابطة الفلزية وتداخل قوى السحب الإلكترونية على هذا الأساس فيما يستخدم يستخدم أيضا في عمليات زراعة الأسنان والمفاصل الصناعية إيه دا؟ إذن أنا عشان أستخدم التيتانيوم في زراعة الأسنان والمفاصل الصناعية إذن أكيد الجسم لا يلفظه وأكيد هذا العنصر لا يسبب أي نوع من أنواع التسمم طب ما تيجوا نفصل أخطر كده وبصوا كده معي طيب لأن الجسم لا يلفظه ولا يسبب أي نوع من أنواع التسمم بمعنى إيه؟ لا يهاجمه الجهاز المناعي لأن درجة الطافق الحي له كبيرة بالإضافة إلى أنه غير سام إذن الكيميا ثقافة الكيميا متعة متعة التعلم هي الكيمياء إذن إحنا إذا خدنا الكيمياء كمتعة التعلم كثقافة بالنسبة لنا مش هننسى حاجة اسمها كيمياء خالص إذن أنا ضد مفهوم أنا بحفظ وانسى ارجع ما أنت بتحفظ لكن لو أنت بتفهم وتكرر ما تم فهمه وتطبق هذا الكلام مش هننسى كيمياء إطلاقا إن شاء الله يتعلم سبيكة التيتانيوم والألمونيوم زي ما احنا قلنا تستخدم في صناعة الطائرات والملكامات الفضائية والسوريخ والمكوك برضو ليبن قرر لأنه يحافظ على متاناته في دراجات الحرارة المرتفعة في الوقت الذي تنخفض فيه متانة الألمونيوم ده شكل بياني بيوضح أثر الحرارة على متانة الألمونيوم إذن التيتانيوم أمتن من الألمونيوم وأعلى منه في دراجات الإنسهار برضو توضيح لسبيكة التيتانيوم مع الألمونيوم التيتانيوم في المجموعة الرابعة بي الرابعة بي الرابعة بي الرابعة بي طالب يقول لي يا مستر أطوله نعم قال لي طب أنا هقول لحضرتك ليه إزاي بحدد رابعة بي أطوله إزاي قال لي فاكر لما حضرتك قلت في الحلقة الماضية نجمع الإلكترونات الإس والدي من ثلاثة لسبعة يدينا رقم المجموعة تقولوا برابو شطور إنت بركز معايا التيتانيوم 22 فور إس ستو سري دي تو أنا عندي اتنين الإلكترون فور إس وتنفي سري دي المجموعة أربعة يبقى إذن المجموعة الرابعة بي لأن كل الانتقالي ياخد الحرف بي لكن الممثل الإس والبي بياخد الحرف اي إذن إحنا كده في تواصل وفي ربط بالنسبة للكيميا مع بعض الألمونيوم التالتة اي ده انتقالي ممثل التيتانيوم النسبة الأدنى والألمونيوم النسبة الأعلى طبعا المويزات الخفة العالية والمحافظة على المثانة في دراجات الحرارة العالية وده هو التوضيح زراعة الأسنان مفاصل زراعية مركبات فضائية طب ايه أهم مركبات التيتانيوم طبعا نسمع عن مركبات الحماية من أشعة الشمس بيدخل في تركيب هذه المركبات ساني أكسيد التيتانيوم تي آي أو توم دقائق النانوية بتمنع وصول الأشعة الفوق بنفسجية إلى الجلد وبالتالي لو أنا في مصر أو أنا يعني كده مثلا رايح الجمعة وبشرة حساسة بالنسبة لأشعة الشمس بنجيب الصنبلوك وبنبي أساسا من الوجه طب ده إزاي بيحمل أشعة الشمس قلنا ونقيت تانيهوت ساني أكسيد التيتانيوم تي آي أو توم يدخل في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس بس التجميل لأن دقائق النانوية تعمل على منع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الجلد يعني يشبه في عمله طبقة الأزون طيب معلومة كده ظريفة يبقى برضو الطالب فاهم وعارف يعني مستحضرات الحماية تتكون المادتين مادة عضوية ومادة غير عضوية المادة العضوية تعمل على امتصاص يو في يو في ألترافيلوت يعني الأشعة فوق البنفسجية المفيدة للجسم والتي تعمل على قوية العظام ومنع الإصابة بالسرطان والمادة الغير عضوية اللي عبارة عن تي آي أو توم والثاني أكسيد التيتانيوم التي تعمل على نعكاس وتشتت يو في الضرة بالجسم إذن دي كده بس معلومة بالنسبة لحضرتكم هننتقل من خلال برضو البورد لاستعراض بقية الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى ننتقل إلى بقية الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى لسرطاني العناصر الثالث دعبارة عن عناصر الفانديوم V 23 توزيعه تركيبه الإلكتروني حسب أقرب غسخاني اتفقنا عارقه 18 4S2 3D3 وحسب مستويات الطاقة الرئيسية 2-8-11-2 عشان نصف الفانديوم عنصر مقام للتآكل ويكون مركبات ذات ألوانة زاهية جميلة لذلك سمية بهذا الاسم نسبة إلى آلية الجمال ذا نادي الس لسبب التسمية ليسموه فانديوم ولكن تستخدم في صناعة زنبركات السيارات وتروس المحركات النفاسة والنفكات إذا إضافة نسبة قليلة من هذا العنصر إلى الصلب تجعله ذو قصاوة عالية طالب بيقولي أنا اعتدت أفهم كل الألفاظ يعني قصاوة قصاوة صلابة ومرونة عارفين إن مساعد السيارة كده فيه سلك زنبركي سوستا مخاطبي فأي مطب إيلي بيحصل ها فيه صلابة ما بتتكسرش ومرونة إذن معنى كلمة قصاوة صلابة ومرونة ولذلك لأنها تمتاز بالقصاوة العالية وقدرة كبيرة على مقاومة التآكل أيضا سبيك الزنبركات السيارات وتروس المحركات إيه عناصرها؟ فانديوم الصلب ده عبارة عن حديد وكاربون هنقولها بعد كده تفصيلياً الحديد النقي ليست له استخدامات صناعية لأنه لايه نسبياً فانا ضفت نسبة كاربون للحديد فعملت حاجة اسمها صلب الفانديوم خمسة بي كاربون فور إي الحديد المجموعة التمنى وأذكركم إن المجموعة التمنى ما بتاخدش الحرف بي نوع كل عنصر انتقالي لفلز انتقالي المميزات عالية القصاوة يعني الصلابة وزاتة مرونة إيه عالية إيه أهم مركبات الفانديوم خامس أكسيد الفانديوم فيما يستخدم قصبغة في صناعة السراميق والزجاج والنظارات الملونة عامل حفاز في صناعة المغناطيسيات فائقة التوصيل عامل حفاز في صناعة حمد الكابريتيك بطريقة التلامس أنا حابب أوضح ليكو يعني إيه طريقة التلامس عامل حفاز في تحتور حمد بنزويك اللو عمد عن سي سيكس إش فايف سي أو أو إتش تجاريا بأكساب تطلوين وده هنعرفه تفصيليا لما نيجي لفاكهة الكيمياء العضوية فاكهة الكيمياء والكيمياء العضوية إذن لما إحنا هنصل لفاكهة الكيمياء وهي الكيمياء العضوية هنقدر نوضح ده بالتفصيل بالنسبة لحضراتكم طريقة التلامس طريقة صمومة لتخضير حمد الكابريديك باستخدام خامس أكسيد الفانديوم كعمل حفاز ليسرع من معدل إنتاج الحمد بيتم حرق الكابريد في وفرة من غاز الأكسوجين فيانتك ثاني أكسيد الكابريد الذي يتأكسد بواسطة خامس أكسيد الفانديوم عند ربعمية وخمسين درجة سريزية معطيها ثالث أكسيد الكابريد الذي يتم إذاباته في الماء معطيها الحمد الكابريديك لذلك لو إحنا وضحنا قد المعادلات كابريد مع أكسوجين نتج SO2 بأكساد 2 في وجود فيتو أوفايف عند ربعمية وخمسين درجة سريزية نتج SO3 في الماء أعطى حمد الكابريديك ربع عنصر عنصر الكورون عنصر جميل ظريف لذيذ كده ليه حدوثة حلوة معنا إيه هو أولاً موضوع التركيب سواء أقرأ وغاز خامل أو حسب مستوى التطاقة خلاص بأموضوع سهل بالنسبة لحضراتكم لذلك أنا عايز أوصفه في إيه لما تكلمنا عن التركيب الإلكتروني اتكلمنا كده بالشكل العادي بمعنى فيه عناصر بتشوز كتركيب إلكتروني في عجالة بسيطة إذا أنا أقرأيت تركيب إلكتروني وانتهى بدي فيه أربعة إلكترون أو تسع إلكترون ده يشوز لذلك بنق الإلكترون من الفور إس للدي انتقال الإلكترون من الفور إس للدي جعل فور إس نصف ممتلق والفور دي بدأ سري دي بدل ما كان فيه أربعة إلكترون بقى فيه خمسة إلكترون يعني كلا هما نصف ممتلق طب فرضا لو كانت دي فيه تسع إلكترون والفور إس لتن إلكترون هنق الإلكترون من الفور إس للسري دي أصبح فور إس إلكترون نصف ممتلق وسري دي تن تمنى امتلاء وعامة ليه بيشوز العنصر عندما ينتهب دي أربعة أو دي ناين يعني تسعة لأن صدرة تكون أكثر استقرارا عندما يكون مستوى الطاقة الفرعي نصف ممتلق أو تان الإمتلاء يعني أكثر استقرارا يعني أقل طاقة أنا لما طاقة تتقل أبقى مستقر طاقة تتزيد أبقى أكتب ناشط غير مستقر إذن استقرار العنصر مرتبط بطاقته إذن العنصر الأكثر استقرارا هو الأقل طاقة إذن عنصر شاز يصدق صدق مرغوبا فيه يعني صدق مرغوب الكروم برغم ناشاطه الكيميائي إلا أنه يقاوم فعل التقالبات الجوية ليه؟ لأنه بيكون طبقة من الأكسيد حجم جزيئاتها أكبر من حجم زرات العنصر نفسه فيعمل كما لو كانت سطحا غير مسامية يمنع اتصال أو استمرار تفاعله مع أكسوجين على وقت جوي لذا يستخدم فيه الطلاق ودي اسمها ظاهرة الخمول الكيميائي دي معدد تكوين طبقة الأكسيد على سطح الكروم كروم 4CR plus 302 equal to CR2O3 ووضحنا إزاي بيتم الصدق دي كده عبارة عن أي فلز بتطرس زراته في شبكة باللورية شبكة باللورية توضح طرس زراته في فلز يحدث أكسادها قد طبقة الأكسيد من أنه نلاحظ أن طبقة الأكسيد عبارة عن إيه؟ أكسيد الكروم وحجم جزيئاتها أكبر من حجم زرات العنصر نفسه فتعمل كطبقة غير مسامية وقية تمنع استمرار زرات الفلز مع أكسوجين الهواء الجوي وهذا ما يسمى أن هذا صدق صدق مرهوب الاستخدام من منطلق ما ذكر لهذا العنصر تطلق المعادن تحميه من الصدق والتآكل لأنه له قدرة على تكون طبقة غير مسامية متمسكة على سطح المعادن التحليل دباغة الجلود طلق جلود السيارات عشان تحميه من الصدق والتآكل يدخل الصلب في تكوين سباك الصلب يدخل مع الصلب الذي لا يصدق الاستلستيل يا ماما أنا عايزة في جهازي طعم حلال استلستيل استلستيل استيل صلب لس قليل استل صدق يعني الصلب قليل صدق إحنا لابد نبقى يعني استلستيل إذن الفانديوم يدخل مع الصلب يعني مع الحديد والقربون في تكون سباك الصلب الذي لا يصدق الاستلستيل وأنا بضحتها لغويا بالنسبة لحضرات إيه أهم المركبات أكسيد الكورومات سولاسي CR2O3 يستخدم في عمل الأصباغ عد الأصباغ بالنسبة لي ثاني كورومات البوتاسيوم K2CR2O7 ده عامل مؤكسيد أو ده مادة مؤكسيدة طيب يستخدم كمادة مؤكسيدة فطار لونها البرتقالي للأغضر يعني ثاني كورومات البوتاسيوم ده مادة مؤكسيدة لونها أغضر لونها برتقالي لما بتحدث أكسيدة بتتحول إلى لون الأغضر إذن إغضرار لون ثاني كورومات البوتاسيوم البرتقالي عند أكسادة الكحول الإيسيلي أو الإيسانول أو أكسادة غساني أكسيد الكابيت وأيضا هذا الكلام سيتم إضاحه بالتفسير في باب الكيمياء العبوية المنجنيز خلاص إحنا بقى هنعدي موضوع التركيب لأقرب غس خامل وحاسب من صورة الطاقة الرئيسية بقى شيء إحنا عارفينه لكن إحنا عايزين نصف عنص المنجنيز أولا عنصر المنجنيز ده عنصر شديد الهشاشة ولذا يستخدم في صورة السبائد يعني سبيكة يعني أنا بعمل خلط بين عنصر المنجنيز وعناصر أخرى هذا الخلط يعطي خواص مش موجودة في العنصر الأصلي بمعنى ثالث عناصر السلسلة الانتقالة الأولى يبقى مين أول عنصر حديد يليه تيتانيوم ثم المنجنيز أنا بتكلم كترتيب من حيث الانتشار بالنسبة لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى حاجة تانية شديد الهشاشة في حالة تنقية وذلك نتيجة لمتاناته الضعيفة ولقابلياته الضعيفة للطرق والسحب فيما يستخدم لا يستخدم نقيا للي احنا قلناه ولكن يستخدم دائما في صور السلاك أو مركبات لهشاشة شديدة هشاشة يعني عدم انتظام الشبكة البلورية يؤدي إلى حدوث هشاشة للعنصر معلومة نبقى عارفينها وده شكل بياني بيبين انتظام الشبكة البلورية وعدم انتظام الشبكة البلورية المنجنيز مع الحديد والمنجنيز مع الألمونيوم سبيكة المنجنيز أو الحديد والمنجنيز تستخدم في خطوط السكك الحديدية خزنت النقود ليه؟ لأنها أصلب من الصلب يبزن خطوط السكك الحديدية عبارة عن حديد ومنجنيز منجنيز لكن لو أنا قلت بقى سبيكة ألمونيوم ومنجنيز يبقى صناعة عبوات المشروبات الغازية اللي عبارة عن علم الكانز لمقاومة للتأكل توضيح أدي قطبان السكك الحديدية اللي عبارة عن إيه؟ حديد ومنجنيز حديد مجموعة تمنى منجنيز مجموعة السبعة انتقالي انتقالي أصلب من الصلب سبيكة الكنز أدي علبة كانزة وضح الكنزات عبارة عن إيه؟ ألمونيوم ومنجنيز تلتة إيه السبعة بيه ممثل انتقالي مقاومتها الشديدة اللي بتأكل والأحماض إيه أهم المركبات؟ سين أوكسيد المنجنيز إيه من إنه أوتور فيما يستخدم عامل مؤكسة قو في بطارية العمود الجاف حاجة تانية عامل حفاظ في انحلال فوق أكسيد الهيدروجين H2O H2O2 إلى ماء وغاز أكسوجين ودي المعادلة موجودة وساط حضراتكم هنا في حاجة أهمة جدا كابريتات المنجنيز MNSO4 ده مركب موبيل للفطريات لكنه لا يستخدم في طنقية المياه لأنه سام بالضبط كده بعد لحظات أماجي لعنصر النحاس من مركباته كابريتات النحاس أيضا موبيل للفطريات لكنه غير سام لذلك أنا بستخدم كابريتات النحاس في طنقية نياه الشر موسيقى عنصر المنجنيز من أهم مركباته بير من جانات البوتاسيوم KMNO4 سبق وتكلمت عن ثاني كورمات البوتاسيوم K2CR207 قلت دي مرة عن مادة مؤكسيدة هنا بقى بير من جانات البوتاسيوم KMNO4 مادة مؤكسيدة ومطاهرة ولذلك تستخدم في تعاقيم الخضروات والفاكهة والتهم الجروح يزول لونها البنافسيجي عند تفاعلها مع العوامل المختزلة كنيتريت السوديوم بمعنى دي كده أمبوبة تحتوي على نايتريت السوديوم ودي أمبوبة تحتوي على نطرات السوديوم ادي N-N-O-T-O-N-N-O-S-R-E-M طيب النيتريت قابل للأكسادة ولذلك أنا كده عندي بيرمين جانات بوتاسيوم لونها بنفسيجي لما أضيف نقطة على أمبوبة اختبار تحتوي على نايتريت السوديوم يزول اللون ليه حدث أكسادة للنيتريت النطرات لكن النطرات لا تتأكسد ولذلك لو أنا ضفت بيرمين جانات بوتاسيوم إلى أمبوبة اختبار بها نايتريت السوديوم لا يزول اللون بنفسيجي إذن الزوال اللون البنافسيجي عند تفاعل بيرمين جانات البوتاسيوم مع N, A, N, O, 2 وبقاء اللون عند تفاولها مع N, A, N, O, 3 طبعا أنا بقولي الكلام ده كده في عجالة لأن احنا هنأخذ تفصيليا في باب التحليل الكيميائي الأنصر السادس الأنصر الحديد F, E أيضا توزيعه تركيبه سواء أقرب سامل أو حسب موس تويت التوقع الرئيسية سبق ان احنا قلنا هذا الكلام تفصيليا طبعا عايزين نصف هذا العنصر إيه ده ده بيحتل الترتيب الأول بنسبة 5.1% بينما نسبته كان 72.9 من 10% بين عناصر السلسلة إيه الموضوع ده قد نسبة الحديد على السبعة اللي عبارة عن إيه نسبة العشر عناصر بالنسبة لوزن القشرة الأرضية في 100 ادتني هذي النسبة 72.9% المركز الأول في الانتشار من بين عناصر السلسلة الانتقالية الأولى والرابع بين عناصر الجدول الدوري بعد مين؟ تمام فقروني بعد الأكسوجين والسيليكون والألمونيوم الترتيب السني بين فلزات الجدول الدوري بعد الألمونيوم اللي هو الفلزة الممثلة هش وليه النسبة في الحالة النقية وتزداد صلاته بإضافة عنصر القربون نظراً لتكون صبيقة الصلب الصلب يعني حديده قربون التي هي أقوى ألف مرة منه في الحالة النقية من أقصر الفلزات استخداماً وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافعه كثير لنا صدق الله العظيم الاستخدام يستخدم عامل حفاظ في الصناع الغاز النشادر هابر وابوش استخدم الحديد كعامل حفاظ في تحضير النشادر صناعياً من عناصره الأولية ما هو النشادر NH3 يبقى بقى ما هي عناصره نيتروجين وهيدروجين أيضاً عامل حفاظ في تحويل الغاز المائي إلى وقود سائل واللي استخدمه في تحويل الغاز المائي اللي هو خليط من أول أكسيد القربون والهيدروجين إلى وقود سائل في شر والتربش وقود يعني غاز مائي خليط من غازي أول أكسيد القربون والهيدروجين أيضاً مواسير البناطق والمدافع الأدوات الجراحية السكاكين والعياذ بالله أبراج الكهرباء إيه أهم بقى مركبات الحديد أنا شبه جبت كل المراكبات اللي هنمر عليها كمنهج ودمجتها مع الأهماج الصادية بمعنى أكسيد حديد اتنين الحصول على أملاح الحديد اتنين وده هنوضحها بالمعادلات لما أجأتكلم عن خواص الحديد الحاجة التانية أكسيد حديد تلاتة لون أحمر في الدهانات وأحمر الشفاء أكسيد حديد مغناطيسي F E 3 O 4 ده عبارة عن أكسيد مختلط مركب عبارة عن أكسيد حديد يبنين F E O وأكسيد حديد 3 F E 2 O 3 ماله صناعة المغناطيسيات كل يريد الحديد تلاتة عامل حفاظ في هالجالة البنزين في غاب بوق الشمس وقلنا ده أيضا إحنا هنمر عليه إن شاء الله تعالى في باب الكيميا العضوية ده كده كان بالنسبة للحديد أنتقل إلى العنصر السابع عنصر الكوبلت وهنا أتوقف كده قريدا عند هذا العنصر عنصر هنجدا في مجال الطب برضو موضوع تركيب أقرب غاز خامل وحسب مستوى التقراريسية خلاص إحنا بإن أسازة فيها لكن أما جاء أتكلم عن الوصف يشبه الحديد في الآتي في إيه كلا هما قابل التمغمط دي مغناطسية دائمة لذا يستخدم في صناعة المغناطسيات يستخدم أقصد حديد وكوبلت حديد وكوبلت صناعة البطارات الجفة في السيارات الحديثة وصف الكوبلت له إتناشر نظير مشاعر أماء الكوبلت ستين يعني نظير نجد إن العنصر الواحد ده عدة صور بيتطفق في العدد الزردي ولكنها تختلف في العدد القوة دي معنى كلمة نظير الكوبلت ستين يحتوى على سبعة وعشر بروتون وسبعة وعشر إلكترون وثلاثة وثلاثين نيوترون طب ننظر كده كوبلت سبعة وعشرين ستين ده عدد زري وده كوتل العدد الزري يمثل عدد البروتونات ويمثل عدد الإلكترونات لما تبقى الزر الزر متعدد خاص طرح العدد الزري المكوتة اللي يعطي عدد النيوترونات أدي تفسير اللي موجود يدخل في تركيب كاسود بطالية أليسيام القابلة لإعادة الإي الشحن سبعة وعشرين كيف يستخدم نظير الكوبلت المشعة ستين معاي حفظ وتعقيم المواد الغذائية التأكد من جودة المنتجات ليه؟ بيكشف عن مواقع الشقوق ولحامل وصلات الكشف عن الأورام الخبيثة وعلاجها عفان الله وعفاكم التصوير بأشعة جامع ليه؟ ليه بيستخدم الكوبلت ستين في الكشف عن الأورام الخبيثة لأنه يصدر أشعة جامع التي لها قدرة عارية على النفاذ الأنصر الثامن نيكل أيضا آلي في النيكل توزيع حسب أقرب وخامل وحسب مستوى التطاقة الرئيسية وصفه مقاوم للصدق والتآكد ولو مظهر لامع استخدامه طلع المعاد ليه؟ يحميها من الأجسادة والتآكل ويوضيها شكلاً أفضل ويزيد من كبيرة الاقتصادية يستخدم النكل المجزة يعني مجزة في صورة بودر مش كتلة واحدة كعام الحفاظ في نظرقة الزيوت النباتية اللي هي المركبات العضوية غير المشبعة ليه؟ لأنه يقلل من طاقة التنشيط ويزيد من مساحة السطح المعرض للتفاعل فتزداد سرعة التفاعل الكيميائي كل ما زادت مساحة السطح كل ما زادت سرعة التفاعل الكيميائي وده عامل من العوامل التي تؤثر على معدل التفاعل الكيميائي وده موضوع هناخده بالتفاعل إن شاء الله في الباب التالي باب التزداد الكيميائي حاجة تانية هضرقة الإيسين وتحوله لإيسان إيسين ده عبارة عن هيدرو كاربون أليفاتي غير مشبع C2H4 هضرقة إضافة هيدروجين في وجود النكل المجزأ إداني إيسان C2H6 سباقك النكل مع الصلب تمتاز بالصلابة مقومة الصدق والأحماض مثل نسائل فلوريد الهيدروجين المركز HF طب الاستخدام ده شكل بياني بيوضح أطور الحادث في قتلة آنية يعني وعاء مصنوع من سبيكة إيه النكل صلب وتركيز حمد الهيدرو فلوريك الموضوع بها بمرور الزمن سباقك النكل الكروم تستخدم في ملفات التسخين زي المدفاقة المكواة والأفران القهربية طب ليه؟ لأنها فوق قوم التآكد حتى وهي مسخنة لدرجة الإحمارات حاجة تانية بتحول الطاقة القهربية إلى حرارية هذه ملفات التسخين كصورة توضحية بتوضح لنا الأمام الصدية أيضا يدخل النكل مع الكادنيوم في تكون بطاريات النكل كادنيوم القابلة لإعادة الشحن إذن أدي بطارية النكل الكادنيوم القابلة لإعادة الشحن النيكل مجموعة آمنة كادنيوم مجموعة تو بي انتقاري غير انتقاري نوع البطارية قلوية قابلة لإعادة l-e الشحن كروم الناكل يتشبهان في كونهما يكونان طبقة من الأكسيد على السطح تمنع استمرار التفاعل لذا فهما يستخدمان في طلاق وحماية المعادل وسبب إحنا قلنا للكروم بالرغم من نشاطه كيميائي لأنه يقاوم في التقالبات الجوية العنصر قبل الأخير التاسعة عنصر النحاس أيضاً برضو نفس القصة أقرب غز خامل وحسب مستوى التقالي الرئيسية خلاص باقي قصة سهلة بالنسبة لنا ولكن في الوصف عنصر أحمر طبي يشوز في توزيع الوكترون وأنا قلتها من لحظات يعتبر النحاس تاريخياً أول تلز أعرفها والإنسان أقل عناصر السلسلة الانتقالية الأولى نشاطاً السكنديوم نشط جداً الحديد متوسط النشاط النحاس محدود النشاط يعني فيه تدرق في النشاط الكيميائي بالنسبة لعناصر هذه السلسلة واللي هنقوله تفصيلياً لما نتكلم عن الخواص العامة لعناصر هذه السلسلة عندها تركه في الهواء لا يستطيع ترضي الهيدروجين الماء أو الأحمد أيضاً ما زلت بتكلم في استخدامه فيه سبيكة البرونز والنحاس الأصفر نحاس مع قصدير ده البرونز نحاس مع خرصين ده النحاس الأصفر طب تعالوا نتكلم بالتفصيل شوية سيو بلس اس ان تعرف سبيكة النحاس قصدير باسم البرونز والتي تستخدم في صناعة التماثيل والميداليات ذات التفاصيل الدقيقة لأنها تتبذي بالتمدد الباسيط أثناء تجمدها وتحولها من الحالة السائلة يعني المصهور إلى الحالة الصلبة السبيكة المتمسكة سبيكة النحاس والخرصين اللي بتعرف باسم النحاس الأصفر تستخدم في طغطية المقابل الحديدية أقر البيبان نجد ده كده كان حديد قبل الصدق فأنا طلعته بالنحاس الأصفر اللي هو عبارة عن نحاس وخرصين إدته بريق لمعان منعته من الصدق إدته قيمة نفيصة أكتر الاستخدامات سبائك عمونات معدنية لأنه محدود النشاط كابلات كهربية مواصل جدد الكهرباء يدخل مع الزهب في صناعة الحلية أقول لك زهب عيار 18 21 طبعاً أنا مقدرش أستخدم الزهب في حط النقية في صناعة الحلية أنا عاوز أشكل طارق سحب فأنا بدخل أو بقلت مع الزهب نحاس عشان أحصل على خواص جديدة بالنسبة لي الزهب أهم مركباته كابلاتات النحاس 2 وإحنا سبق إن أنا قلتها وقرنتها بكابلاتات الخارسين مبيد حشري مبيد للفطريات طنقية مياه الشرب تكوين محلول إيه فيهنين إيه موضوع محلول فيهنين ده يستخدم في الكشف عن سقر الجلوكوز بمعنى فيهنين الكشف عن سقر الجلوكوز العبارة عن سقر أحادي C6 H12 O6 حيث هو يتحاول إلى نور الأزرق الواسي ومجاب 2 إلى البرتقالي سي ومجاب 1 أي تحدث عملية اختزال لفهنينج لذا فهو عامل مؤكسب والجلوكوز محلول عادي من لون تحدث له عملية أكسادة لذا فهو عامل مختاز إذن آدي شكل يوضح تغير لون محلول فيهنينج الأزرق إلى البرتقالي عند أضافت قاطرات منه إلى المحلول السكري ده دوت لو كان مصاب بالسكر كابلاتات النحاس قلناها عامل حفاز في اختزال حمد الخليج إلى إيه سنور مش هنركز على أضف لمعلوماتك وننتقل إلى عنصر الخارسين آخر عنصر من عناصر الزيس السلام لا لون خارسين برضو توزيعه أقرب غاز خامل حسب مستوطة الطاقة الرئيسية الوصف نشاط كيميائي جيد أعلى من حديد تتركز معظم استخدامات الخارسين في جلفنت الفلزة يعني إيه جلفنة؟ يعني أنا فلزة عاوز أحمي من الصدق فأغمزه في خارسين منصاهر دي اسمها الجلفنة وصف جلفنة تغطية الفلزات بطبقة من الخارسين ليه حميتها من الصدق أو ترسيب طبقة من عنصر يقع في المجموعة توبي على سطح هذا المعدن ما هو الخارسين توبي ومعاك كهدم وزعبة أهم مركباته أكسيد الخارسين زد NO يستخدم في الديهانات مطاط مستحضرات التجميل كابريتيد الخارسين في الطلاقات المضيئة شاشات الأشعة السينية تستخدم زد أشعة في الكاشف عن قصور العظام وكشف عن أشعة ألفا في تغرية سالفورد المعملية الشهيرة كدرة الخارسين عام الحفاظ في تفاعلات الأحمد الهلوجينية مع الكخولات بكده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اللي احنا استعرضنا فيها كده بشكل بسيط الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى انتظرونا في حلقات هامة جدا بنستكمل بيها مع بعض التركيب الإلكتروني وحالات التأكسد والخواصة العامة سعت بلقاءه معكم قطيب المونة كان وأرق تحياتي محدسكم خاند عبد العزيز شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة